وينضم إلينا مشاهدين من القاهرة دكتور صلاح عبد العاطي رئيس العيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني مرحبا بك معنا لشاشة القاهرة الإخبارية أبدأ من حيث انتهى التقرير عن المطالبات الدولية بضرورة وقف عملية رفح البرية برأيك لماذا لا يبالي نتنياهو ويضرب بعرض الحائط يعني غير مباليا بأي من المطالبات الدولية بأي من التواصلات بأي من الرحمة لكل الأرواح التي تزهق يوميا ببداية لنصبع الخير أستاذة مساءت لك ولجمهورها للمشاهدين والسلام والرحمة لأرواح الشهداء في فلسطين وفي قطر عزة والتحية والسلام لأهلنا هناك نعم كما ذكرت نتنياهو لا يبالي بكل هذه العذابات والمعاناة والفضائع وجرائم الحرب والإدانات الدولية وحتى المناشدات والمطالبات الدولية هذا نابع أولا من أن مستقبله السياسي على المحق وأن مستقبله مرمون الآن بإطالة أمد الحرب ولذلك هو يوسع هذه الحرب ويطيلها وكل ما يفعله من خطواته تكتيك لإطالة أمد هذا الحرب حتى يضمن بقائه في الحكم غير عائبية حتى بالمناشدات والمسيرات والضغوط الداخلية الإسرائيلي المطالب بإتمام صدقة أو حتى الضغوط الدولية وطلبات علفائه لأن نتنياهو يدرك تماما أن توقف هذا الحرب يعني بدء مسار المسائلة له على جرائم أو على قضايا سابقة وعلى أيضا للإخفاق الأمني والعسكري في السابع من أكتوبر لذلك هو يمارس هذا الموطج دون النظر في أي من التبعات التي يمكن أن تحدثها على صعيد العلاقات الدولية أو على صعيد العلاقة مع مصر أو على صعيد العلاقات مع دول الجوار أو حتى على صعيد المجتمع الدولي وعزلة دولة الاحتلال هذا من ناحية من ناحية أخرى يساعده في ذلك دعم أمريكي غير مسبوك لا زال يتحدث ملايات المتحدة الأمريكية على رغم من التباينات عن دعم لدولة الاحتلال إضافة إلى أن العملية في رفح لم تتجاوز الخطوط الحمراء بما يعني ضوء أخضر لاستمرارها رغم أن نتنياوه تجاوز وإسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء الدولية ومبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهذه التصريحات المتصاصية وتخريرية للرأي العام أتبقصد تصريحات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالقول أنها عملية محدودة يومين وسيفتح معبر رفح اليوم السادس ويغلق المعابر تماما ولا تدخل المساعدات نتحدث عن توسية في العملية كان في السابق أو في خلال الأربع أيام السابقة اقتصرت عمليات التهجير القصفي في رفح على شرق مدينة رفح بواقع 150 ألف نازح اليوم طلبت أو بالأمس طلبت إخلاء كل مناطق مخيم الشهورة وهو مخيم اللاجئين في مدينة رفح والأكبر في الكثاب السكانين نعم وهل هذا يبرر انتقال العمليات العسكرية إلى الشمال مرة أخرى وإلى منطقة جباليا؟ هل هذا من داعي فكرة إطالة أمد الحرب؟ فنحن نتجه إلى جبهات أخرى؟ نعم هناك إلى جوار إطالة أمد الحرب وتوسيعها وتعميقها هناك أشارت الصحافة الإسرائيلية والتقارير الأمنية إلى إعادة سيطرة المقاومة على مناطق مختلفة في الشمال وتمكنها من إطلاق مجموعة كبيرة من القطائف الساروخية في الشمال وبالتالي خشية من المعادلة الأساسية هي التي قامت عليها نتنياهو والتي قال فيها أنه انتصر انتصارا مطلق في الشمال هذا يضر الضعف ويضر أنه لم يحقق الهدف الأساسي انتصار على ماذا؟ ما الانتصار الملموس الذي ينتظر نتنياهو لكي يبرر ما يفعل للداخل والخارج؟ ما هو الانتصار؟ بالفعل هو دخل الشمال؟ بالفعل هو دخل رفح الفلسطينية وقام بعمليات وقام بتهجير الأهلي إلى أماكن مختلفة؟ ما الانتصار؟ اسمحي أساسي بس أنت أن أوضح فكرة بس مختصرة ومكثفة سريعا هو هجرة الشمال أيضا لغرض مدينة غزة أي ضمان اقترابهم من البحر بما ربما يدفع لاحقا إلى عملية التهجير القصري للفلسطيني لا تزال فكرة التهجير القصري للفلسطينيين خارج العراض الفلسطينية فكرة لم تسقط رغم كل المعارضة الدولية ورغم حقة الصد المصري والعربي في هذا المجال